سهل البيه وتحقي مراحبنا نقلب اسم هالمرجع نقلب اسم هالمرجع تفضلوا في نحن عزنا ناديوان العامر ناديوان العامر أو يكرم خط ناديوان العامر التكريم أقل ما يمكن أن يقدم لعوائل شهداء جادوا بأنفسهم من أجل الوطن من هذا المنطلق وتحت شعار الحسين نهج للتعايش بين الأديان أقم مكتب المرجع الديني سيد الصرخ الحسني في مركز محافظة البصرة مهرجانا شعبيا لتكريم عوائل الشهداء من القوات الأمنية والحجد الشعبي والعوائل المتعففة هذه المبادرة خصت أهل الشهداء مبادرة جيدة فيها تخفيف ألم لأهل الشهداء فيها تخفيف ألم لأم الشهيد شكرا جزيلا شكر مني تذكر عوائل الشهداء يعني يكون ناس تعبانة مني تذكرهم واحد هي دفع معنا وترى مو شغلة مادة ومني يذكرك واحد إذا يعزمك بدعوة هو يذكرك هذا خير من أولا كما ألقيت كلمات لممثل عن مكتب السيد الصرخي وممثل العشائر العربية وممثل الوقت السني وممثل عن عوائل الشهداء حيث أجمع في خطاباتهم على ضرورة الوحدة الوطنية والتعايش السلمي ونبذي الفكر التكثيري في هذا المهرجان قمنا بتكريم مجموعة من عوائل شهداء الحجد الشعبي تكريما ماديا ومعنويا تكريما لهذه الشريحة التي ضحت وقدمت من أجل العراق ومن أجل الشعب العراقي ومن أجل الدفاع عن البلد والدفاع عن الحرومات والعراض كما تخلل المهرجان قصائد ومساجلات شعرية عبرت عن حب الوطن وديسدت أرواع الصور لتضحيات الشهداء أورغ بعدها أوبريت بعنوان عراق واحد شعب صامد جسد الويلات والمآسي التي مرت على العراق وتكاتف الشعب العراقي الذي تحدى كل تلك المآسي وقتم المهرجان بتكريم عوائل الشهداء والعوائل المتعففة